الحدوة بتكمل مع سفيت لوفي وهي رايحة لمكان نامي او ارنج وزوروا ساعتها بيكون متعصب من نامي ومفكرها انها خلتهم ولكن سانجي بيقول ان نامي عندها عقل ومهارات تخليها تختار كويس جدا تبقى على جانب مينا واكيد مش هتبقى في جانب مجرم شبها ارنج يعني انما هي عمد كده عشان تنقذ الطاقم من ارنج ودلوقتي محتاجة لينقذها من ارنج ذات نفسه بحتي انقذت الطاقم لما تشوف بقى مين اللي حينقذك ظوروا مش بيكون مقتنع بالكلام ده عشان نامي عملة واشم الطاقم ارنج على كتفهة ولكنه بيقول يعني عدنا نعرف الحقيقة قدام والله هو اعلم بص انا مسدق ان المزة تهم اي حاجة صحة يعني المهم بيوصلوا بعكاة جزره اسمها جزر اكونومي بتوجيه من باج اللي بيقوله انه هو عارف مكان نامي وطاقم ارنج بمناسبة نامي المزة بنرجع فلاش باكل طفولة نامي اثناء ما كانت بتاله وتلعب مع اختها نيجي كومها ويكونوا قاعدين بيلعبوا بكوتشينا وعايشين حياة كميلة قوي في نفسهم نرجع بعكاة اللوقت الحالي اثناء ما بتلعب كوتشينا برضك بس مع رجالة ارنج وتكون قاعدة عمات تكساب فيهم عادي جدا وزي ما انت عارف اللعب على فلوسة بالصحاب وده امار وحرام ما تعملوش انت بالصحاب المؤمن اما بالصحاب قاعدة عمات تكسابهم بكل سؤولة وتتنمر عليهم عندها جشاشة اصلا يعني كمام كفرة ونصابة اللي اجتم مع بعض المؤمن بالصحاب بيكونوا بعكاة انهم عايزين يتخانق مع نامي وياخدوا فلوسهم ولكن الارنج بيطلب يشوف نامي فانا مساعدتها بتروح له في السكة كاة بتشوف جسم باجي بتعلق عند ارنج بتخش بعكاة كوك بتاعه وبتلاقي خريطة موجودة على ستاندها فتفكرها بنفسها زمان من ثمان سنين كده لما كانت طفلة مع امها واختها في قرية كوكو اثناء ما كانت قاعدة عمات تتفحص وتتمحص كتب للخرايط بس لما امها بتخش عليها بيتخبي الكتاب منها فاما ساعدتها بتاخد بالها وبتقول لها انتي مين ان جبت الكتاب ده ابنتي احنا اسام فقرة فانتي جبتين منينا وليا فانا امي بتقول لها انها اخدته من متجر الكتب عشان كتا عايزة تاخده بقى لسا حدفع فلوسه وبتاع انا اخدته عايزة ااخده فاما ساعدتها بتلمها وبتقول لها ان هما مش بيسروا احنا مش حرامية يا بنتي ولكن النامي بتقول لها انها زائت وكرهة الحياة دي الناس اللي اسام بتلصق مننا مش عارفين احنا عايشين ازاي انتي عارفة ان النور عندنا بيتلصق علينا المهم يعني ان هما مش عارفين اني باكل يستفن دي كل يوم عشان ما عنديش تمن الاكلة اساسا وبلبس ليفس اختي الكبيرة القديمة عشان ما عنديش نجيبه هدوم والحاجة السعبة بتشعب مش كيفية انك لقياني على باب الجامعة اساسا وانتي مش امي ولا نشك واختي اساسا اما انا برضو صراحة استغربت يعني ازاي نمي بيت ده وشعرها احمر واماها شعرها بنفسي اجي واختها اصمرة وشعرها هزرق وحاجة حقيبة بتتفكي كده يعني بس ده السنوان بيس ايش طي يعني يا عادي المهمة بالصحاب اما تتعصب من كلامها وبتديها بالقلم وده اللي بيخلي نمي تزعل وتجري من البيت تقعد تحت شجرة اه بعدها اماها بتجيلها وبتحكي لها انها كانت جندجية تبع القاعدة البحرية وارسلت مع الوحدة بتاعتها عشان تقتل شوية خرصنا كده في مكان اسم مملكة ويكوت مش عارف ما السمع لانها يعني انها هي مملكة اماها ولكن الوحدة سعيتها تفرقت وتفشخوه في الاخر الام كانت مصابة وجعانا وفكر نفسها خلاصها تموتها لحد لما بتلاقي نامي ونجيكوا في منطقة الحرب دي فسعيتها بتعرف انها لازم تعيش عشان تعرف تنقذهم فنمي سعيتها بتحس على دمها وبتسامح ا اماها بترجع البيت عشان تكون جيستفان دي معالتها تاني نرجع بو الصحابة تاني ايه لايمي في الوقت الحالي وهي فكوخ ارنونج ارنونج بيوصل ويقول لها انها مهمة فشخ وانها جزء لا يتجزأ من الطاقة بتاعه والوهلة كده هو فكر انها مش هترجع لما كانت معلوفي ولكنها رجعت في الاخر فنامي سعيتها بتقول له ايو عليك يا راجل يا سمك احنا ما بينا اتفاق يسطع بتون بعكامة ديلة وخريطة الخط الاكبر فارنونج بيشكرها اه قصدي بيشكرها وي يقول لها ان هو هيبقى حاكم البيحار والمحيطات وبركة السبعة والمفروض ان نامي هتبقى عندها مكانة خاصة عنده بس الحد لما يحصل ده فارنونج عند مهمة لنامي في قرية على جزيرة كده لسه ما دفعتش الجزية والقرية دي تبقى قرية كوكو وبيكون ارنونج عايز نامي انها تروح تفشي اخهم وداخد الجزية ولكن نامي بتكون مش عايزة كده لشان القرية دي مش بتحبها لسبب مما ولكن ارنونج بيسر فبتضطر انها توافق جارب وكام جندي من عنده كده وال اللي بينهم كوبي واللي بالمناسبة بيتطر بتحت ايد جارب شخصيا المهم جاربا بالصحاب بيروح للمطعم بتاع زيفو بيسألو عن لوفي ولكن زيف بيعمل نفسه من بنا وما يعرفوش اساسا بس بيعزم على الطاقم لحمة كده وشوية منكر يعني بس نا مش موضوعنا زوروا لوفي ويوسف وسانجي او الطاقم كله يعني بينزلوا لتمشف جزير كونومي وتحديدا في قرية كوكو اللي تبقى طالع ميتين ابوها وبيشوفو اهلها الفقر متجمعين حوالين مرشال القرية واللي اسمه جن وبيلوا بعكا نامي لمدة دخل عليهم فاوختها نيجيكو بتقبلها وبتقول لها انها وقحة فشخ بالمعنى البلد يعني واقح دي انها بتطرق المهم انها تيجي هنا بعد اللي هي عملته دي وبتقول مش هي بقى وهي متعصبها وده اللي بيخليهو تمسأل اهم معلش انسو صري معش ده مات شوية انها ايو الصحاب بالنسبة نامي فبتروح لجنزو بتقول له فيم فيلوسيا فيم فيلوسيا اثناء بقى في الوقت ده لما اتتذكر لما اخدت كتاب الخرائط ورجعته لجنزو ساعت انها شخص كويس وانها ترجع له بعد مدة وممكن لقيلها شغلانة حلوة كده لها بدل ما هي بتسرق وابل ما يكمل جملة بيلا حد جاي بيصرخ ان القراصنة هاجم على القرية واللي مش محتاجة اقول لك ان هم ارلونج والتقام بتاعه ولا داخل يفشك في القرية كلها ويدمرها ولما جنزو حاول يتصدى ليهم التعمل وانوشوا بطاة اسمحها بمرة سوري اكستراتومية المهم نرجع تاني بقى النامي وهي واقفة قدام جنزو بتقول له فيم بقيت فيلوسيا يا ابن الااااااا فجنزو ساعدتا بيقول لها ان القرية بقت مفلسة بسبب اللي ارلونج عملوا فيها ولكن نهي بتقوله ان هو يتصرف وانها ملاش دعوة بتنبع كه وقت بعض ده ولسه حتمشي بتشوف بعد كده وفي فشها فبتروح تسأله انت اين اللي جابه او ما كنا اللي اخرب بيت اهلك ولكن لوفي بيقول لها جراء مفوض السؤال ده ليك انت اصلا بعدك ما صرحت يا لوفي كلم نامي عيدل فانمي ساعدتا بتقوله الموضوع وما فيه وانها في التيم بتاع ارلونج وكان عايز الخريطة فتح حاجلت عليهم مش اللي اتحيلت عليهم لا يا تحيات اللي هي لعبت عليهم يعني وسلقيتها ورجعتها الارلونجي تاني فاخد بعضكم انت اللي معاك الدولة بالصحاب وامشوا من الجزيرة ومش عايز نشوف وشكم تاني وفجرها اوودة بن الموان بتقوم بعكاة بالصحاب واخدها ومشي وسايب لوفي في صدمة من امره ولكن بيكون برضك مش مصدق وحسس ان فيه في الموضوع ده انه فبيروح بعكاة الجنزو بيقوله ان هو ساعد قرصنا وجاي يقبض على ارلونج وحايز يعرف فين بيت نامي ف فجنزو ساعدها بيقوله ان فيه ناس اضعاف حجمهم واضعاف عددهم جوم يحاول ايطلو ارلونج ولكن ما حد شافهم انتانا بالصحابة بس على العموم يعني بيت نامي في اخر حقل اليوستفاندي اللي اتناك ده فلوفي ساعدها وبقيت البتاقم بياخدوا بعضهم ويروحوا على بيت نامي علشان يستجوبوا اختها اللي اسمها نيجيكو ولما بيوصلوا بيليها نيجيكو ماسكة بندقية وكاد حدقت لوفي اساسا ولكن بعد شوية كلام كده سانجي بيقولها ان هو هيعمل حتة طبخة كده هتكون صابعها وراها منقابل ان هم يعودوا ويتكلموا فانجيكو ساعدتها بتوافق وبيعودوا ويتكلموا وسانجي بيسألها عن نامي احكيلي بقى اي اه اي قصدي احكيلي بقى عن نختيك نامي فانجيكو ساعدتها بتقوله انت بعد لما ارلونج هجم على القرية امهم خبيتهم تحت البيت واعرونج هجم على البيت وطلب من امهم مئة الف عن كل شخص بالغ فأمهم طلعت الفلوس على اساس انها بس اللي عايشة في البيت وكده كده السجل يعني بيقول انها ما عندهاش ولاد ولا انها متبنيهم اصلا ولكن ارلونج هو خارج من البيت كده بيلاقي فيه ثلاث سحون على الترابيسة فبيعرف انها بتجزب عليه وبيقول لها انها تديه ميد الف تانين وخمسين الف عن كل طفلة اما حتمرت وعشان هي يعني معهاش فلوس فالراجل بيحسب كده الميد الف اللي خدهم منها دول بتوع نامي ونيجيكو بيقيت الاهية قدام مين قدام نامي ونيجيكو وفيها وصحاب باب يزدهر من القصة وازاي نامي دل وقت شغال عنده ارلونج اللي قتل امها اساسا الموضوع في انها بالصحاب ولكنه بعكابي امواخد بعضه طالما فيه سطح البيت هو والوات زوره جارب بيقعد يأكل لحمة وبيشوف منكر متعتق كده مع زيف وبيقعد ويتكلمه وزيف ساعته بيقول لجارب ان لوفي بيفكره بالقرصان اللي اسم روجر الزهبي ولكن جارب بيتعصب لانه مش عايز حفيد ويلقى نفس مصير روجر الزهبي ويلاقي بعد كده كوبي داخل عليه وبيقول له ان لوفي راح لجزر كونومي وعرف ده من اللي كان واقف على البار اساسا فجارب الساعته بيأمواخد بعضه ومتجه لجزر كونومي ناما بالصحاب بتروح لقبر امها وبتحفر فيه وبتطلع صندوق ما ولسه بتلف وشها بتلاقي بنجيكو في وشها بالصحاب وبتمسك ساعتها السيف وبتحاول انها تدت النامي بيه علشان بتحفر في قبر امها ولكن الضربة بتجي في الصندوق وبيطلع ان الصندوق ده فيه فلوس كتير فشخة ما يبقى اكاد تشرح نيجيكو ان بعد لما ارلونج سيطر على القرية راحت له وقالت له انها عايز انضم للتقم بتاعها بانها حفظة الخرايط وتعرف تفيده وفي المقابل ان هو قدام في المستقبل يسيب قريتها ويدقي حريتها مقابل 100 مليون ولما اجابتش الميت مليون فارلونج حياكل القرية كلها ايه ارلونج رابا الروح انت بفجوع ليه كده المقابل طول السنين دي انامي بتتزلل لو بتشتغل عند ارلونج عشان تحرار قريتها من الاستعباد اصلا فاختها ساعيته بتفهم ان انامي بتعمله وبتعتزل لها انها كان بتهزقة كل الفترة دي ودي حكة بجنوب ربع يعني فجرها او ده ولسه هيكملوا كلامهم بيلة وجنود البحرية اللي شغالين مع ارلونج داخلين عليهم وقالقوا قبضة على نامي واخدوا الميت مليون قدام علي انامي ده انا ما سددت جمعتهم من بعد كده بتصوت عشان ارلونج حيقت للقرية كلها وبتجري على القرية عشان تلحقها ولكنها بتفقد الامل في نص الطريقة وبتقعد تقول ارلونج كده فام وهي مصدوم ده اللي حصل ده ساعة اوكموس بيدخل ده خليك انت اوكموس في الايانة في الموساسة بتاعك ماذا اش دعو انت بلقيني ده اما ارلونج سحب عكا بتقمسكة السكينة ونزلة تقطيع في كتفها اللي علي الوشب بتاع ارلونج يعني ليه مزة تعميش نفسك ولكن لوفي بيجي لها وبيوقف عن اللي هي بتعمله ده فنامي اخيرا بتطلب المساعدة من لوفي ولكن لوفي بيقول لها اكيد حعمل غيرها طبعا من غير ما تسألي طبعا انا مش فاهب للاكشن ده كل ما كنت تطلب منه على طول يعني من صحيحة المهم بيتجهزوا بعد كده هو بيت الطاقمي ويتجهوا للقرية احسنا ما هم رحيب بنشوف لاشباك لنامي وارلونج وهو بيرسم الوشم بتاعهم علي كتفها وبيخليها ترسم خرايط بالدم ومخليها عبدالي حرفيا وكل ده عشان نامي تحرر قريتها بواعد ارلونج اللي واضح ان هو اوفي بي جدا يعني هنا هو بنرجع تايل الوقت الحائلي والفريق رايح للقرية ولما بيوصل بيلاقيها محروقة عن بكرة ابيها وبقت كلها رماضة ولكن السكان بيكونوا الحمد لله زي الفل كلهم وبيعتزلوا النامي على ان هم كانوا سيئين الظن بيها وبيقولون ان هم عايزين يحربوا معاها ويساعدوها ونامي طبعا بيكون رفضة عشان هيتفشه ولكن لوفي بيعترض وبيقول ان دي معركتنا كلنا ولازم كلنا نشارك وشوية كنت حسس ان هو واحي والله هو شينزو ساسا جيون جايد داخل ايرن مداغرق ديك ام ارلونج يعني بس ما علينا الفريق وسكان القريب يبصروا المقارل لأرلونج وبيهجموا عليهم تبدأ بعد كده حرب شرسة وكله بينزل تقتيل في بعضه انما بقى لوفي ونامي بيخشوا الكوخ ارنونج وبيسترجعوا خريطة الخط الأكبر وقبل لما يمشوا بيلاوا ارنونج في الشهم ومشوا واحتجاوا لكني لوفي بيكون متعصى لدرجة ان هو بيكسر سيف ارنونج بايده وبيقولون بعكاة نامي انها تمشي من الكوخ عشان هينزل معمارة كوان في وان الارنونج هو بينزلوا بعكاة معركة البعض أثناء ما زوروا سانجي كرنادين عمين يقتلوا ويتسالوا على الجندن اللي برا بيجي بعكاة بيقول لهم ان هو حاسس ان جسم قريب ولو سابوه يلتحم بجسمه هيساعدهم بالقواب تاعته فزوروا بعكاة بيسيبوا يلتحم بجسم ولكن طبعا زي ما هو المطاقة ورد الأخبية باجي ساعته بيركبهم قطر ستة اللي تلت وبيجريه بيجي له بعد كده اخو ارنونج وهم متعصى فاشخوا بينزل ضرب في زورو سانجي اثناء ما لوفي بيقاتل ارنونج وبعد ضرب كتير سيكه ومش عارف صراحة ايه لازمة امه ويعني زورو سانجي بيفش اخو اخو ارنونج ولوفي بيدمر الكوخ على دماغ ارنونج فان بيموته طبعا ده بعد ما استغلق بتاع واسرة اه مش عافنا ليه دايمة محاجات باخدش بعض عالديه المهم عشان لوفي بالصحاب مطاطي بينجوا من الموضوع ده عادي جدا بيحتفى بعكاة مع رئية القرية على الانتصار الجميل ده ومش بيلحقوا انهم بيفحل لان جنود البحرية بيوصلوا بخطة جارب وبيقمر ساعتها بيعتقالهم وبيروح ساعتها لوفي بقول له تعبتني معاك يا عم انا جدك ومش حمل بهدلة دي استاسلا بيسته وخلصني ولكن لوفي بيرفضه جارب بيقول له وريني بقى اللي عندك لوفي بيحاول ان هو يضرب جاربه ولكن جارب بيقوم جايمة ديلة وبقسم طايره حرفيه ما بنراحه عم جارب ده ايه ان كان حفيدك برده مش بكاوي كده يا رجل جارب بيعكا بيروح وبيكون عنده قوة خارقة تقريبا قوي لدرجة ان هو لما ضرب الارض حاسي ان الارض بتتهزي تحت ايه كده بيان بعكا بوشي لوفي بطاطس محمرة سوري اكس تلاتمية لاج ميديا مسمول كومبو فرنش فريز بالمهم بيمسكوا بعكا بيقول له يا ابني انت مش مستعد يا ابني بيعد عميتيني واستأسل ما بتتعبش امي معاك يا ابني ولكن لوفي بيقول له ان هو عمره ما حيتخلى عن حلمه ان هو هيبقى ملك القراصنة وهيعدي الخط الاكبر وهيلاقي الوان بيس بيضحك بعد كده الوضحك كده تخلي جد يفتك له لا يا مسيك بالخير يا كفتر روجر يعني كان بيقبل بيتعيد ان بيضحك نفس الدحكة السائلة دي الغريم بقى ان جاربي بيقعد يضحك ويرجع للجروب بتاعته وبيؤمرهم ان هما يرجعوا ويسيبوا طاقم لوفي وروحوا يقبودوا على طاقم ارنونج ووسط طبعا كان فيه زهول من طاقم لوفي ومن كوبيكا من ذات نفسه قبل ما جاربي يمشي بيقول لوفي انه هو كان عارف انه عمر ما حادل يخليه غاية رأيه وطول عمره عارف انه هو قرصان حقيقي لكنه بس كان عايز يتأكد للا ما انت بقين يعني يا جاربي يعني كان كل ده اغتبار قصة لوفي وتشوفها هيستسلم ولا لأ وطبع ما استسلمتش فانت فعلا انت قرصان فالجاربي بيسيبوا بقى ايه للقاء اخر لما يبقى اقوى بيبيجى في شيخ ميتينو المهم تاني وقى بالصحاب نامي بيتودع قبر امها واختها نيجيكو وكذلك لوفي بالصحاب بيودع كوبي اللي كان جاي مع الجنود البحرية وبيقول ساعتها اللوفي مبروك انك اتبعت صورتك على بسطر للمطلوبين وبقت كرصان شباب بقت كرصان مرمو قازلي المهم بعد كده لوفي بيركب السفينة بتاعت خبعة القش مع سانجي وزورو وقصب ونامي ويتاجه بعد كده الخط الاكبر اثناء ما صورة لوفي اتوزعت على العالم كله وكل ساعتين الجوائس حطوا عليهم عليها وقبل ما نيفلها بالصحاب الملخص بنشوف ميهوك وبيروح لشانكس وتاقمه وبيدي له بسطر لوفي انه بقى قرصان ومطلوب للعدالة وعليه مبلغ عالي كمان وده اللي بيخلي شانكس فخوربي جدا وفي اخر مشهد بنشوف الطاقة بالي على سفينة قبعة القشم والتجاهيل للخط الاكبر وبس كده بصوا ابدك الملخص النهاردة وخدس معاه اول موسم من مسلسل وان بيس والغريب ان ده مسلسل نيتفريكس وما فيهوش شوايس خالص او انا ماخدتش بالج يعني ولكن واضح كده ان هو ده فجارها وما فيش شوايس في المسلسل والحمد الله وان شاء الله بصحاب بكرة هيبقى اول حلقة من الدعم سوق الموسم الثالث ان شاء الله فاتاكدك عابس او سكاب لايك كومنشير عشان يبصل لك كل جديد وكلمة اخيرة كده حايف بقولها يعني تقريبا السبع تمن حلقة بتوع المسلسل ده فجمل اروبعين حلقة من الانيمي يعني انتا ما كنت بتتملهم انيمي بالقصة وقاينعم فيه شوية تغيرات يعني خانق التوفقين فيه شوية تغيرات الاحداث يعني بس ليه الفومية حلقة ليه اهم مش طبعيه مش الفومية بس هو اكتر من الف بالدخل على الفومية بس ليه كل ده ماتتع من الحلقات ج موربعين حلقة تقريباً وكل هكيف يعمل حاج ليه يا معلم الف حلقة يا معلم ليه والمت فاهم نظام في الانيمي ده يا حادي طبعاً أعرف طبعاً أنها عشرت بصاب الكلام المذتنى عملك يقوله أنه إنوان Ми بصلي حابتي ولم احب أن أقولك أن توتا توتا خلصت الحدودة ومتنسىش الفراء السابس كاب لايك كومين شيرت وستعمل بفول الانسجرام نقوله كريم وسامع شان هو اللي كاتب بسكريباً وتعمل بفوله صاد نحن مشغل المنتش فيديده وتنزل في الانسجرام تعطيها تلاقي لانك قناة اه وتحدّوته وتعمل لها اشتراك وتنزل برضو في تسكيبش هتلاقي قناة جيمار زهود تعمل لها اشتراك وهتلاقي قناة حسن فهدل بتاع بتاعنا برضو تعمل لها اشتراك واس كده هعمل حج السلام عليكم